لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يا أبي سمعت أن هناك كما يسمى بالذبح ما الزبح؟ الزبح يا أبوني هو يوم النحن وهو أول وأيام عيد الأبحان المبارك وهو اليوم العاشر من شهر بالهج وهذا اليوم هو يوم النحن من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى وتتؤدى بعد صلاة العيد وقد أخرج الأمام البخاري في صحيحي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فلننحر فمن فعل هذا فقد أصال سنة وكيف يزبح؟ يبدأ ينتبح هنا ينحر الحاج هديه بعد رمي جمرة العقبة فما أن يذبح شاء أو سبع مقرة أو سبع قبل والهدي يواجب على الحاج القارن والمتمتأ ويستمر وقت الهدي إلى غروب شمس يوم الثالث من أيام التشغيق وكيف أن أصبح المضحية يا أبي؟ سؤال جميل يا بنادي اتفقوا الألماء على القول بأن المضحية لا تصح لي أن تكون من بهيمة الأنعاف أي من مابا أي من الإبل أو الغنم أو البقر استدلالا بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعاف أولا نبدأ بتوجيه الأضحية باتجاه القبلة عند إرادة ذلكها فالقبلة هي أشرح وأعظم الجهات كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أضحيته إلى القبلة وكذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ثم تبتج على جانبها الأيصار إذا كان الذبح يستعمل يليد الأمن أما إذا كان الذي يزبح يستردم يده اليسرى فعليه أن يلقيها على جانبها الأيمن مع كراهة هذا الأمر لأنها بد أن يكون الذبح باليد الأمن واستجابت لهذا الأمر للأضحية بعد اتجاعها ثم تخذ السكين وتمرر على حلق أضحية حتى يأتي هذا الأمر وصولا إلى عضان الرقبة وتطرق القدم اليمنى للأضحية بعد الذبح لماذا؟ لتستريح بتحريكها مع الإشارة إلى قطع الوجنتين والمحاوات الإصراعي في ذلك ويقرح قطع البعض دون الآخر لماذا؟ لأنه لا بد من الحرص على إحداد الشفرة أو السكينة قبل ذبح يأضحية لا بد أن تكون السكينة المستخدمة حادة في هذا الأمر ومع ذلك لا بد أن تذبح أمام غيرها مع الإحسان إليها وعدم ضربها أو جرها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن القتلى وإذا تبحتم فأحسن الذبح وليحد أحدهم شفرته وليرح ذبحته ولا بد أن هناك شروط للذبح الأحضية ما هي أولا التسمية أن تفذكر اسم الله عز وجل عليها وسيلان الدم أن يسيل الدم من رقبتها حتى نطمئن الذبح القطحية بكامنها ونبدأ بعد ذلك بتفريقها كما ذكر رسول صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك